السلام عليكم. كل رضو بركاته هي عبارة عن أسيد وسط حامضي ومواد ثانية مثل أمونيك شفنا عندما بنحلب المي يعطيني حائلة بازيك بير أورطان يعني باعتبار بازيك مادة مادة قلوية طبعا وحكينا بعض الأمثيل عن دواء المعدة وحمط المعدة وهذه الأمثيل الثانية عن الأسيد لار والبازلار كمان لسه بشو في عندي أنا الأسيد لار والبازلار تدخل بحياتنا اليومية في عندي تميزك ملزمه وفي عندي إلعاج يعني من مواد الثاني فلحت الأدوية تدخل الأسيد وبازلار بهذا التركيب من عندي كمان؟ بسينلار دا بسينلار دا طرم دا ورمي أرترمك ايجين أو أرترمك ايجين أماجيلات قلنوان كبريلار كمان عندي الاسم دا الگبريلار ما تستخدم؟ بسينلار دا طرم دا ورمي أرترمك ايجين لحتى نزيد مردود التربة أو الزراعة بالمحصول يعني لحتى يزيد المحصول عندي ما تستخدمنا؟ الگبريلار اللي هي تدخل بتركيبة كمان البازلار أو الأسيدلار والبازلار هدولة كل هاتن بيرتوب مادنية بصنده والعديد من المواد الثانية بالبونيته شو يدخل عندي؟ يدخل عندي الأسيدلار والبازلار مثال عندي فورا ندخل على المسال أعطيني أرنين مثال غازوز دا بالغازوز بالكل اللي بنشربه كربونيك أسيد كربونيك أسيد حمد الكربون كربونيك ديوكسيد فكي تاريا عنده تاريا 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 الزبدة اللي نحن نعرفه يدخل فيها بتركي أسيد بتركي أسيد زيتين يا عنده بالزيتون زيت الزيتون شو فيه؟ أوليك أسيد شايفين؟ أزم دا بالعنب بالعنب شو عندي حموض؟ عندي تارتريك أسيد طيب التفاح الماضافي عندي ماليك أسيد بالحليب سوتان لاكتيك أسيد ها فهدول الأحماض بعض الأحماض موجودة بمواد الطبيعية نرجع السريع بالكازوز فيه عندي كربونيك أسيد بالزبدة عندي بوتريك أسيد بزيت الزيتون فيه عندي أوليك أسيد بالعنب أزم دا فيه عندي تارتريك أسيد بالتفاح ماليك أسيد بالحليب لاكتيك أسيد هدول كل هدن كمان شو؟ حلوك بدخل في تركيب أسيد الأسبیل البازلر فيه عندي أرب صابونه صابون العربي صابون العربي تحلط في تركيبه سوديوم الهيدروكسيد عفوان بوتاسيوم الهيدروكسيد ك وهش شايفانه هيدروكسيد هذا عبارة عن ثمن بازيكمادة كمان شو عندي عندي جمينة جمينة المستخدمة بالمواد البناء مجرد تصوحات ند الرحيم هيدروكسيد. عبارة كلها عن بعض الغار. عن مواد كلوية. هكي. شوفوا عطيني جدول في حياتنا اليومية وبعض الأحماض. بعض الأسيتلار بحياتنا اليومية. أو تسميتهم العامية. فعم يقول لي. قل لك يا شامضة بالحياة اليومية. كارشلاشتنز. أسيتلار. الأحماض اللي من قابلهم بحياتنا اليومية. شوفوا أول واحد. هو فورميك أسيد. فورميك أسيد. وين موجود فورميك أسيد؟ كارنجا صالقصندابولونور. موجود بإفرازات النمل. النمل لما تعطي حمض الفورميك أسيد. يعطي مثل انه خدر محله. ها فعطيني أنا. كارنجا. النملة. أصر دك لرنضا. وقت البعضه. النملة وقت البتعض. يانما حسيني ندان أولان أسيد تير. هو الحمض اللي بيسبب إحساس باليانما. يانما الاحتراق. يعني ما حال ما بتعضني. حس كأنه في تعاصخنة. يعني بحماوة بحسة. هادي اسمه يانما حسي. فعرفنا هذا. فورميك أسيد وين؟ كارنجا صالقصي فرازات من النمل. غيرو. وين بستخدم هذا فورميك أسيد. أمبالجل غدالرين. مكروسكوبك. جانلالردان. أولمسوز. اتكي لنمك. لحتى يمنع. تأسيرات السلبية. أولمسوز. أولمسوز. اتكي لنمين. لنمكروسكوبك جانلالر. كائنات الحية المجهرية. هادولة. يعني الميكروبات. البكتيريا. هادولة. لحتى يمنعوهن. من أنه يظلوا موجودين وين؟ بالأغزية المغلفة. أمبالجل غدالردان. الأغزية المغلفة. المغلفة. يعني المخزنة. فحتى يحموهن. شو بيعملو؟ غدالكوريوجو. أولاراك كولانالر. بتم استخدام فورميك أسيد كغدالكوريوجو. كحامي غزائي. مثل مادة حافظة. مادة حافظة. عشان تحمي هالغزاء من البكتيريا. عشان ما تعيش البكتيريا فيها. والميكروسكوبك جانلالر. بعد أسيتيك أسيد. حمض الخل أسيتيك أسيد أو حمض الأسيتيك أسيد. المسمى الثاني سيركي أسيدي. سيركي أسيدي. سيركي أسيدي. سيركي أسيدي أولاراك بلينير. هذا ماذا يفعلون؟ أو كيف يتشكل؟ سيركي الخل كيف يتشكل عندي الخل؟ هذا أسيتيك أسيد هو حمض الخل. شو أصله؟ بير مكتار أسيتيك أسيد. نأخذ كمية من أسيتيك أسيد. سيركي أسيتيك أسيد. سيركي أسيتيك أسيد. نتيجة إذا بدأت كمية من أسيتيك أسيد بالماء. سيركي أسيتيك أسيد. هذا أسيتيك أسيد الحمض الأساسي. لأنني أصنع بالخل في الوضع، يأخذ إنه قليلا من أسيتيك أسيد. ويضربوه ماء؟ بالماء والماء والسوداء . وهي بشكل يحدث عندي خل. طيب شو بيستخدم هذا الاسيتيك اسيد هذا الاسيتيك اسيد مستخدم بشكل واسع وين الاتشياب المنضى كل نظر بيستخدم بصناعة الأدوية العلاج فشفنا فورميك اسيد مشان نحمي الغزاء يعني قضاء كوريوجو مادي حافظة من الميكروسكوبيك جانالار والاسيتيك اسيد بيالاتشياب المنضى ببنية الأدوية فاكي بعده في عندي سلفريك اسيد سلفريك اسيد حمد الكبريت ومستخدم كثير بالصناع بالصناعات بالعمليات الصناعية وبالمصانع طيب هذا السلفريك اسيد شو جغلته سلفريك اسيد هو عبارة عن مادة بطليج بطليج شو يعني بطليج يعني قابلة للانفجار مادة قابلة للانفجار بشو بيستخدم بيستخدم بويايا بمنضى بالصناعات او ببنية الأصبغة الادهانات الادهانات اللي انا بعرفها والأصبغة بيستخدم فيها سلفريك اسيد طيب شو جمان غير الادهان القبري اوريتميندا في صناعات الأسمدة بتم استخدامه بصناعات الأسمدة كذلك الأمر طيب بعده في عندي شي اسمه بنزويك اسيد بنزويك بنزويك اسيد بعض ببتك�يرون یبرک الرانده وميوك الرانده دوال الار Palace بنواجد هذا بنزويك اسيد بشكل طبيعي دوال الارsweise عند بعض ببتكالف يبرق الرانده بيبعض أوراق النباتات وين كمان في ميوك الرانده وبعض ثمار بعض ثمار وأوراق النباتات طيب لشو بيستخدم بيستخدم كالتالي رجل رجل من عرفه لمربا رجل كراز رجل مش مشو مكاني كون رجل كتشاب كتشاب من عرفه كتشاب ميوه سولار عصير الفو الفوكي رف أمورلاريني uzatmak için kullanılan قطق مادلاردان بريدير بيستخدم لأجل المربا الرجل والكتشاب وميوه سولار لحتى شو يعني ميوه سولار العصير لحتى رف أمورلاريني uzatmak için لحتى نزيد مدة صلاحيتهم ها بمعنى هالحاكي بيستخدم ككتك مادة بمعنى مادة مضافة المواد المضافة هي المواد تنضاف للأغذية ليش لحتى نحافظ عليها بدون ما تخرب يعني مثل انو بقدر قول عنها مادة حافظة مثل المرت عندي هون formic acid لحتى حافظ عليها يعني ما تخرب وتضاين أكتر حد ممكن ويكون ممكن استخدامه بعدها عندي nitric acid حمض ال nitric أو حمض الازوت بقدر قلوه بلسان العادي بلسان بين العالم شو يسموه Hulk أرسندة بالعامية يعني بالعامية اسمه كيزاب ما اسمه العلمي اسمه العامي المتداول يعني اسمه كيزاب لهو nitric acid اسمه الحمض الازوت أما الاسم المتداول بالعامية كيزاب بقوله له طيب شو صفاته فطلا يجي مثله مثل sulfuric acid هو عبارة عن مادة قابلة للانفجار وكمان مثل sulfuric acid بيستخدم بصناعة البوية وشو كمان مثله مثل sulfuric acid بيستخدم بصناعة Gubre Gubre بصناعة الاسميدة البرششو للنباتات لحتى تنمو تعطي محصول بشكل أفضل هون تعرفنا عن بعض المواد الحمضية بعض الاسيتلار طيب نحن ما بدنا نتعرف على شوية بازدار نتعرف أكيد على شوية بازدار فمع من نبلج أنا وأنتم منبلج هايدي بازدار القلويات يعني مثل ما حكينا صوديوم هيدروكسيد هيدروكسيد والصوديوم طبعا هدول مسميات مسميات كيميائية يعني ما في إلونترجم تحفظون المهن صوديوم هيدروكسيد هيدروكسيد هو الصوديوم هذا بشو بيستخدم بالصناعة صناية بيرتشو كولانوم ألانون باردر في عنده عديد من المجالات العمل أو الاستخدامات بالصناعة طيب مثل شو بيستخدم بشو هون استخدامات كاط بصناعة الورق صابون بصناعة الصابون بويا الأصبغة الدهانات يعني ديترجم سائل الجلي مواد الطنظيف بإنتاج هدولة شو هنن الدترجم والإدهان والصابون والورق بكي بوتاسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد كمان بشو بيستخدم هو عبارة عن بازك مادة بازك مادة بيستخدم بإنتاج عرب صابون صابون العربي بيل إنتاج البطاريات بيل لار جبرة أوريتمين بصناعة الأسميدة في السماد البوتاسي بيقولوله هذا بوتاسيوم هيدروكسيد بكي كالسيوم هيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد هيدروكسيد هو عبارة عن بياز بيرتوز هو عبارة عن بودرة بيضة أبيض اللون يعني أو ملح أبيض اللون بقدر أقول بودرة بيضة شو اسمه بالعامية مثل ما شفنا هونيك نتريك أسيد اسمه كالزاب هون بالعامية اسمه سونمش كيريج الكلس المطفى سونمش كيريج الكلس المطفى طيب لشو بيستخدم بيستخدم لإنتاج أو لصناعة كل من الكيريج الكلس والشمينتو المطفى نعرف المطفى المطفى بالبناء هذا اسمه سونمش كيريج سونمش كيريج بيستخدم لصناعة الكيريج الكلس صناعة الشمينتو الشمينتو آخر شي أمونيا مرمعي فوق كان مستخدم كتير بالاسم ذه هو عبارة عن بازيك بالماددي هذا بيستخدم بالصناعة كتير هو عبارة عن شو بيرباز هو عبارة عن بازيك مادة مادة قلوية طيب بشو بيستخدم منرجع من التذكر بوية بالأصبقة بالإدهانات تميز لك ملزمة لرندة أو تميز لمسي ملزمة بيستخدم أدوات التنظيف إلاج شوفو بالأدوية مستخدم القبر بالاسم بلاستيك أوريتيمين بإنتاج البلاستيك كذلك الأمر مثل ما شفنا هاي الأمونيك واحد من المواد البازيك مادة معرفنا بشو بيستخدم أولا ما فاكي في عندي شي اسمه أو أبل في عندي عنوان عمي أسيد باز آيرج أو آيراج يابان خلونا نعمل كاشف أو فاصل بين الأسيت والباز شو يعني أظن؟ يعني أنا هلأ عندي مادتين الوحدة الأسيت ووحدة الباز كيف بدي فرق بيناتهم؟ فهون عميق اللي تعالوا لنعمل كاشف يفرق بيناتهم فعميق اللي في عندي نبتة اسمها أورطانجا نبتة اسمها أورطانجا هيدا أورطانجا تششتلي رينك لاردا تشيك أشابيلان بير بحشة بتكيسي دير هي نبتة بتقدر تفتح بألوان مختلفة يعني بتفتح زهور بألوان مختلفة تمام؟ فهذا طبعا هيدا اللي للأطلاع عن طرن السماء نحفظوا بسا مثل هيك بس معلومات عنكم هيدا النبتة اللي اسمها أورطانجا أورطانجا بو بتكنين تشيك لارا ورود أو أزهار هيدا النبتة بازة توبراك لاردا ببعض الأطربة بتفتح بكرمزة هااا بازة توبراك لاردا ماوي في بازة توبراك لاردايسا بياز رنك تأشار قالوا لي هاي النبتة ببعض المناطق بتفتح بلون كرمزة ببعض أنواع التربة وببعض أنواع التربة التانية بتفتح أزهارها لون أزرق وببعض أنواع التربة التالية غيره يعني بتفتح الأزهار بلون أبيض ببعض الحل على المدته يعني أحلى تركظه انظره بسبب ياخي نحن 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 نغطيه بلون ببعض كل واحدة يوجد الشكل في فيها النبتة فطيروا هون انه ب بو دروم سببي سبب هذا الشيء هي بحضر عايد لشو تبران أسيتليك ببعض لفضل منطقات اتكيلين مسيبار السبب أن هذه النبتة تتأثر من حالة الأسيتليك والبازليك يعني من حالك الحموضة والقلوية للتربة يعني حسب التربة إذا كانت أسيديك نفتح أزهار شكل وإذا كانت بازليك نفتح أزهار شكل طيب شو اسمه؟ فبهالحالة هيدا النبتة هيدا أورطانجا هي عبارة عن شو أسيت باز بل يرتجي دير هي عبارة عن كاشف ميز بين الأسيت والباز ليش؟ لأنه بكل منطقة بتفتح بلون شكل طيب غير هيكة لحتى نميز الأسيت والباز يعني نميز بين الحموض والقلوية أكيد مستخدمات شغلات تانية ما صح رح نتعرف عليها نحن فقالوا هنن بعدها اكتشفوا أنه البتكي ما في رنك لي تشيك أشت توبراك لارضا بالأتربة أو بالتربة اللي فتحت فيها بلون أزرع هيدا النبتة فهيدا التربة شافوا أنه هيدا التربة حمضية شايفينها؟ مابي أسيديك وبعض الأتربة فتحت بلون قرمزة فشافوا أنه هيدا التربة بعزيك شايفين؟ بياز رنك لي تشيك أشت توبراك لارضا نوتر دور ها بالتربة اللي فتحت فيها بلون أبيض نوع التربة نوتر ها فشوفوا أنه أنا هيدا النبتة عرفوا السبب أنه في المناطق أو بالتربة اللي فتحت فيها بلون أحمر ورؤى الورود مالتا فعرفوا أنه هيدا التربة هي عبارة عن بازيك التربة قلوية لكن بالمناطق اللي فتحت فيها بلون أزرع شافوا نيتا أسيديك وفي المناطق اللي فتحت فيها بلون أبيض شافوا نيتا النوتر النوتر شو يعني؟ يعني معتدلة لا ناسيديك ولا بازيك بيتكنين ما في تشيك هاش مصنع استيان تشيك لرا فهون شافوا أنه المزارعين اللي رايدين أنه النبتة يصير فيها مثلا ورؤى ورودها تفتح بلون أزرع فشو صار يعملوا صار يعملوا التربة أسيديك شو يحطوا يحطوا ألومينيوم سلفات شايفين؟ بالنسبة لللي بدون يخلوها تفتح بلون كرمزة شو قالوا؟ حطوا كيريج لقبرة سماد كلسي حطوا سماد كلسي بهالحالة هيدا ميزوا بين الأسيد والباز طيب خلونا أحطوا هون تجربة أو تعالوا نميز بين الأسيد والباز أخذوا كاسات حطوا فيها ليمون سو عصير ليمون منها فيها حليب منها مي منها منها سو لانضر المش سو صابون صابون سائل كربونات لسو سو فيها كربونات الكربونات مستخدم للطبخ عصير ليمون شوفوا هون تغير اللون كيف كان وكيف صار الحليب صار لونه زهري الماء صار لونه بنفسجي هذا صار لونه بنفسجي هذا صار لونه أزرق كأنه ما هيك؟ هيدا بعض الألوان عملوا التجارب طيب شو استخدموا بهالتجارب نحن رح نعرف هه او شو اللي بهمني أكتر من هالتجارب بهمني بعض الكواشف هاه هاه свет أ Scriptures bueno تمام التجربة في عندي اكتر من شغلي بيستخدموها هن الاول شي ترونسول او ترونسول ترونسول كاد ورقة الترونسول ترونسول كاد هيدا الورقة بيجيبوها تمام اطعت ورقة عادية اطعت ورقة بيجيبوها على الكاسة الكاسات اللي فوق شفناه انحنا تمام بيروحوا بيغمروا طرف هيدا الورقة بالكاسة بعدها بيطالعوها فبيلاقوا هيدا الورقة تلونت بلون حسب هاللون هادا بيقدر ميز ان كان اسيد ولا باز ها كيف يعني هيدا الورقة انا بعد ما غطيتها مثلا بالشايد بالقهوة بالمي وينما كانت تكون وطالاتها اذا تلونت بلون احمر شو بتكون المادة بتكون المادة اسيد طيب اذا تلونت بلون ازرع هاد صار لون ازرع بدل احمر فشو بتكون المادة بتكون المادة عبارة عن باز مادة قلوية مافي شايفين طيب هيدا اول ورحيد الورقة عرفناها نحنا جبنا ورقة غمرناها وطالعناها فحاطيني هون الالية عملا هيدا اسيد كبير مادة يتماز التريلان ترنسول ترنسول كادن رنجي كرمزية شوفوا ورقة الترنسول وقت تلامس مادة اسيديك بصير لونه تكرمزة وقت تلامس مادة بازيك شو بصير لونه مافي هذا بتكون تحفظوا وطبعا هذا الحكي كل هذا بهال الالوان هيدا بكثيكم يعني اذا حفظتوا هيدا الالوان بتكثيه تمام؟ تعالي نشرح بعده ماتيل اورانج ماتيل اورانج هيدا مادي اسمه ماتيل اورانج او برتقالي الماتيل هيدا كمان كاشف بميز ان كانت هالمادة اسيد او البعز طيب كيف بيستخدم هيدا؟ بيجيبوا الكاسر في المحلول تمام؟ هيدا الكاسر بيروحوا بيجيبوا هيدا الماتيل اورانج بنقطوا نقطة تمام؟ بنقطوا نقطة بالمحلول ايه؟ طيب لما بنقطوا نقطة اذا تلون هذا المحلول بلون احمر كرمزة بتكون هادا الكاسر عبارة عن شو؟ عن اسيد طيب شفت انا هادا المحلول صار لونه اصفر انا لما نقطت النقطة شفت لونه صار اصفر فشو تكون المادة؟ تكون المادة عبارة عن بازيك مادة شوفوهم بالمسال عاطيني واحدة شي ما عاطيني بيكي هيدا عرفناها انا بهمني احفظ الالوان الماتيل اورانج لما بنقطوا بالكاسر بصير لونه كرمزة معات المادة اسيد اذا تطلع لون الكاسر اصفر معات المادة بازيك او باز كلوي طيب في مادة كمان التالتة هي اسمها فنولفتالين فنولفتالين كمان واحدة من المواد الكاشفة هيدا المادة اذا جبتها ونقطت نقطة منها بكاسة او بمحلول فوق مادة يعني اذا ما تغير اللون اذا ما تغير اللون نهائي شو بتكون المادة شوفو رينكسيز شو بتكون المادة؟ تكون المادة اسيد طيب اذا شفتوا تغير انا وصار لون المحلول احمر مباشرة بعد ما اقترت هالنقطة هيدا مباشرة بعد ما اقترت هالنقطة هيدا فشو بتكون المادة؟ بتكون المادة باز بازيك مادة في نولفتالين لما بنقطه بالمحلول اذا كان اسيد بيكون رينكسيز ما بيتغير اللون اذا صار لونه احمر بتكون المادة بازيك مادة هدولة بدي حاول ما انسى هون انا وانتو بيهموني كتير طيب في شي عندي اسمه بيهج ديالي بمعنى انه انا بس بيكافيني انه اعرف هالمادة اسيد او باز يعني انه هالمادة حمض او قلوي طيب ما بيقولوا هنن هذا الاسيد قوي وهذا الاسيد ضعيب كيف يعني؟ هلا الليمون انا بعرفه اسيد هو مادة حمضية ما صح؟ من طعمته بحسه اكشي نيتو حمض طيب الليمون مثل اسيد البطاريات المستخدم هذا اسيد وهذا اسيد اذا لمست اسيد البطاريات المستخدم بالسيارات والشواحن او حمض الكبري تقولوا له فبيحرق لي ايدي هداك طيب هذا اسيد وهذا اسيد ليش هذا ما بيحرق لي ايدي اللي انا بطارعه من الليموني او من الحليب بما ان الحليب كمان فيه اسيد ها ففي مين اقوى من الثاني طيب قالوا كيف ننميز نحن بين الاقوى وبين الاضعاف بحطوا شي اسمه بيحرق دياري بيحرق دياري قيمة البيحرق قيمة هيده هيده القيمة قالوا فيها انه حسب العدد اللي بياخده هيده القيمة بيقولوا انه هذا قوي او ضعيف طيب لنشوف شو حاكينا عنا هي وبعدين بنحكي لكم انه كيف مدرجة هيده القيمة بحيث انه ما ننساهم طعمي قللي انا عندي بعض المواد اللي هني اسيديك ازالي غوستيران سيركة بعض المواد اللي بي اظهروا صفة حامضية متل السيركة ادخل سوت الحليب الليمون الليمون اللي حكيت عنه من شوي بيحسين اولاراكتو كاتيلير بيقدر استهلك انا كغيزاء لكن بعض المواد التانية متل شو متل تزروحه روح الملح اللي هو هاجاله كيزاب اللي هو نتريك اسيد هدوله مرمري بلا عشان ضرره بلجاك ادكية صاحبتر هدوله تأثير ممكن يسبب تآكل المرمر بالارخام ارخام المجلة يعني اذا نسكى بسبب تآكله ها طيب هدوله اسيد لا بقدر اشرب اكل منه هده لا بيضروا كتير كمان بالنسبة للبازيك مادة المواد القلوية متل مين كبارتماتوزو الخميرة خميرة الاغذية المستخدمة هيدا بيستخدمها قضى الارضب بالاغذية طيب في عندي بازيك مادة منه كمان تماشر سيو تماشر سيو اللي هو اسمه العلمي هبوكلوريت السوديوم رح يمر معي بعد شوي او الدرس القادم هذا تماشر سيو بيستخدمه بالتنظيف ها سيو كيرلره تشكارجاك ادكية صاحبتر له تأثير تنظيفي حتى انه بيطالع الاوساخ پكي اسيدلارين ويبازلارين ديار مادلارات درجلاري ازرينده يقلان چالشمالار سنجو نتيجة الاعمال الاعمال على شو على تأثير الاسيدلار والبازلار على المواد رح عمرو دراسة تأثير الاسيدلار والبازلار على المواد اكتشفوا شغلي او مقياس سموه pH pH وهو مقياس pH هذا مقياس pH مثل ما حكيت انا بيستخدموه لحتى يقيسوا دي هذ المادة اسيدلاء دي مقدار وقوي ولا ضعيف او اذا كان باز هذا البازيك مادة هو قوي ولا ضعيف طبعا هون رح اشرحوا انا بالدرس الجاية او بالفيديو اللي بعد هذا بشكل مفصل اكتر حتى ما اضيع الفكرة معكم ابدا ونكون متابعين بشكل مستمر اشتركوا في القناة